أهلا بكم في النشرة الاقتصادية واصلت أسعار ذهب في الأسواق العالمية تذبذبها لتغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند 2736 دولارا للأنصة نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان قال في تصريحات لرؤية إن المستويات التي سجلها المعدن الأصفر يوم الجمعة هي مستويات قريبة من الأرقام التاريخية التي سجلها في وقت سابق والبالغة 2788 دولارا للأنصة وأرجع علان تذبذب أسعار الذهب إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتسارع التطورات فضلا عن ترقب الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء المقبلة محليا قال علان إن الأسعار سجلت استقرارا وسط ضعف الطلب على المصاغ الذهبي وارتفاع محدود على الليرات لغايات الادخار وتاليا الأسعار المحلية كما أعلنتها نقابة تجار الحلي والمجوهرات ترجمة نانسي قنقر 45314 عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل منذ نفاذه في عام 2022 إذ يلتزم أصحاب العمل بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا بحسب بيان لوزارة العمل البرنامج يهدف إلى تسهيل حصول الباحثين على فرص عمل في القطاع الخاص إذ بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة 2752 منشآة ويقدم البرنامج دعما شهريا للأجور بمبلغ 130 دينارا لمدة 6 أشهر ويساهم في اشتراكات الضمان للعمل بمقدار 10 دنانير وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد للزيود في تصريحات صحفية قال إن الإناث حصدنا أكثر من نصف إجمالي العقود الموقعة من خلال البرنامج وبلغت 23981 عقد عمل فيما تم توقيع 2975 عقد عمل مع منتفعي صندوق المعونة الوطنية منهم 1523 عقدا مع إناث ويستهدف البرنامج تشغيل 35% من الإناث و7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية فيما سيكون متاحا للراغبين من فئة ذوي الإعاقة بحسب ما أعلنت وزارة العمل يلعب نظام بيتك التعليمي دورا حيويا في إعداد الشباب لسوق العمل من خلال تطوير القوى العاملة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتحقيق النجاح في مجالات متعددة ونتعرف أكثر على هذا النظام من خلال التقرير التالي في ظل تطور التكنولوجي السريع والطلب المتزايد على التخصصات التقنية أوجدت وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية التعليم المهني نظاما مستحدثا لعشرة تخصصات مهنية لتمكين الشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة هذا البرنامج يتميز عن التعليم المهني السابق بأنه مرتبط بسوق العمل ويحاكي حاجات سوق العمل الحقيقية والواقعية التي الآن نحتاجها وخصوصا ما يتعلق بالتكنولوجيا وما يتعلق بالأعمال والحرف التي تمارس بشكل يومي ناهيك عن موضوع التكنولوجيا الخاصة في السيارات بالذات إذا حكينا عن سيارات الهايبريد وسيارات الكهربائية التعليم المهني بيتك يعتمد على تدريب علمي يشمل مجالات عدة في 310 مدارس موزعة في المملكة تقدم للطلبة مسارات تعليمية في الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والضيافة والشعر والتجميل والوسائط الإبداعية والسفر والسياحة والفن والتصميم والبناء والإنشاءات والهندسة وتمنح الطالب قدرة على ممارسة التدريب بشكل واقعي في مختبرات مجهزة بأحدث المعدات وحقيقية اخترت التعليم المهني المسار الهندسي لتعلم مهنة مستقبلية وقت تطورات العصر ولتمكن العمل والدراسة معه وهو نظام عالمي درس في أكثر من 70 دولة وتخصصي كهربا هذا النظام لا يقتصر على الذكور فقط فالطالبة فرح قررت سلوك طريق مختلف فوجدت فرصتها لاكتساب المهارات في المجال الزراعي الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية المستدامة اخترت أنا نظام بيتك في الزراعي لأهمية الثروة الحيوانية والنباتية فيها والاهتمامي فيها هذا النظام بيوفر لي أني أنا أطبق نظري وعملي في نفس الوقت وهي الشغلة بتركز المعلومة وتأهلني لسوق العمل أكبر يعني رنامج البيتك نفسه بيأهل بشكل أكبر لأني أنا أتأهل لسوق العمل ومن الناحية التانية كمان المهارات التقنية اللي بيقدم لنا إياها من بحث وتقصي وما إلى ذلك هاي الأشياء برضو بتخلينا أننا ننافس على المستويات الكبيرة في برنامج آخر دعم هذا النوع من التعليم وتطويره يعد خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتطوير مجتمع اقتصادي قوي وهو أحد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بزيادة نسبة البطالة والتطور التكنولوجي السريع أسامة بليبلي رؤية اتخذت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال مجموعة من القرارات تسهم في تسهيل بيئة العمل وتنظيم عمل الجهات الرقابية وزارة الصناعة والتجارة والتموين قالت في بيان صحفي أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني برئاسة الوزير يعرب لقضاء واتخذت قرارات تتعلق بتفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية كما وافقت على تمديد عمل لجنة التفتيش المشتركة على المصانع الغذائية ولجنة التفتيش المشتركة على المنشآت السياحية وطلب أعضاء اللجنة الحكومة الاستراع في تنفيذ مشروع حوسبة إجراءات التفتيش للجهات المرجعية التنظيمية وتبني الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال 2024-2026 وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها في ظل تواصل التوتر في البحر الأحمر قالت شركة ميرسك للنقل البحرية إنها لا تتوقع العودة للإبحار في قناة السويس هذا العام وفي تصريحات صحفية لرئيسها التنفيذي أكدت شركة ميرسك أن نشاط الشحن البحري سيتزايد والطلب عليه في العالم خلال الأشهر المقبلة ورغم ذلك لا توجد أي مؤشرات تؤكد عودة مسار السفن عبر البحر الأحمر خلال عام 2025 في ظل انعدام المؤشرات على خفض التصعيد ترجمة نانسي قنقر